حديث البراء بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فبشرة لايه الناس تقول لك والله إحنا لنا أهل بس عايشين ولكنهم عايشين أو اللي مالوش أهل أو اللي مالوش سند أو اللي مالوش دهر أو اللي مالوش أنيس اللي مالوش حبيب أهل الله وخاصته هم أهل القرآن والله الواحد بيتباشر بهذا الحديث كل أحاديث أهل القرآن اكرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كل التحفيز والتشجيع ويعني الترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القرآن يعني أنا يكفيني فيه إن أهل الله وخاصة يوم القيامة يعني لهم مكانة خاصة أهل الله أهل الله لما نقول السبع اللي يظلهم الله في الظلة وأهل الله فيه إذا كان دول السبع إن دول في ظل للرحمن خاص أما فين أهل الله دول الخاصة أهل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل الله وخاصة بصهم يعني أنا مش هنزل النهاردة وأقول ترغيب وأحاديث وإن المفروض أهل الله دلهم أخلاق ويتخلقوا بيها والمفروض نديب داي الطريق يعني القلب الذي يجعله الله سبحانه وتعالى إهاب للقرآن القلب الذي يجعله الله أهل إنه يعج كلام الله ويبقى حافظ لكلام الله وكتاب الله ده قلب جميل إحنا منفرح بهذه القلوب قلب جميل ولكن له من الأداب ومن الأخلاق تسمى أخلاق حملة القرآن أنا هكذا أعجز إيها دي في الآخر لكن خليني أقول لكم على شوية مواقف وتجارب أنا مريت بيها يا أخوات مع الناس اللي كان لهم حال مع القرآن يعني فيما مضى كان يعني هارون رشيد يصحى من النوم في القيام في وقت الصحر على مقولة من يقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي كلام ربي ناس عايشة بالقرآن والراجل ماشي صحي الناس بكلام ربي كلام ربي لكم على يعني تجربة أهل القرآن وازين هم يعني اللي مروا في حياتي وشفتهم حقيقة يعني أنا مش هتكلم عن رؤية الإمام حمس ولا هتكلم عن أهل الله وخصاته اللي ذكره في الماض أنا هتكلمكوا على اللي احنا شفناهم لحد عشرين واحد وعشرين والنزمة هدأ ولها كرمات لها كرمات أهل القرآن موفقين في حياته أهل القرآن الله سبحانه وتعالى يقضي لهم أمورهم أهل القرآن يسددهم الله ويوفقهم الله أهل القرآن علاوا هم أهل الله وخصته حلهم في الدنيا هم في جنة في الدنيا لما يحفظ ولا بيأخذ سند ولا تخذ متن ولا ترتقي في درجات الآيات أنت في جنة الأرض لذة أهل القرآن لقراءة وحفظ وتسميع وتعتعت وإخراج المخارج والقراءات وكل ما يمت لهذا العلم بصلة هي جنة ده الإيمان الحقيقي ولك لذة الإيمان أجد لذة الإيمان في جوفي جوفك ولذة الإيمان هي الجنة اللي انت عيشها في الدنيا عرفها لهم ده فيها لكن في جنة في الدنيا في جنة في الدنيا لازم أهل الإيمان يخشوها هي لذة قراءتك للقرآن ولذة حفظك للقرآن لذة أنت في معية الله أنت أصلا في معية ربنا سبحانه وتعالى يعني أنا كان نفسي صراحة يعني يبقى معايا النمازج اللي بحكي لكم عن هدية لكن هم أخوات متواجدين متواجدين والله مبارك لهم حال من 20 سنة إلى وقتنا هذا أحكي لكم موقف الوقت من الأخوات حمل للكتاب اللي كنت هي كفيفة كانت تحفظ بطريقة براي وبعدين كانت لما تيجي تحفظ تقول لي سمعي أجي أسمع لها فكانت تغلط مش تغلط في الآيات كانت تجيب متشابهات يعني متشابه الأعراف مع تشابه الشعر وكانت تجيب متشابهات من الآيات فما كانت تغلط أو تجيب متشابه فقدت أوقفها أردها لا تقول لي لا لا ترديني لا تردنيش ولكن خبطي أعمليلي كده أعمليلي كده علشان أنا أعرف أن فيه أن فيه أمر فتراجع الآية في الجباه أعرف من حمل الكتاب اللي أخوات كانوا أيام الجامعة كانوا يلفوا علينا وقت الامتحانات وقت الامتحانات دي طبعا يعني في المدينة الجامعية بتبقي محتاجة وبس عد يعمل لك كبات شاي ولا عد يكون لك الخمار اللي أنت نازلة به تاني يوم الامتحان وانت في مدينة الجامعية بعيدة عن الأهل يعني فكان يجي حمل الكتاب الله فقط هم لا غير تذكرك بآية من آيات الله بس تقرأ لك آية واحدة بس وتاخد خمراتك والعبيات بتاعة الغرفة واللي معاها التانية والغرفة اللي جنبك ويعودوا يقوم الملابس اللي صابح عليهم امتحانات شفت من أخلاق أهل القرآن يعني ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصة أنا شفت ده بعيني شفت اللي كان بيبقى معاها حاجة ولكن تؤثر بها أختها في الله يعني دي من أخلاق حملة القرآن أنا أما نيجي في مخيم جميل ومشروع الجميل اللي انتو عاملين والله مبارك يا رب وبرك القائمين عليهم صاحب الفكرة ويجعلها في مزانهم اليوم الدين اللهم أمين الناس اللي بتقوم على مثل هذه الأشياء ويبقى زخر ليها وحسنات إلى يوم القيامة اللهم أمين شفت أخت من الأخوات من يؤثرون على أنفسهم دولة الناس اللي بيؤثروا على أنفسهم كانت تقول هكذا لي يعني تقول لي الدنيا يا هالة مش دار مقام الدنيا دي تسفر زي ما بنسافر من قاهرة لإسكندرية هي صفر ومحطات وفي محطة هنقابل ربنا فيها الزكاء بتاعك إنك تاخدي الزاد من كل محطة عشان تقدر توصلي للمحطة الأخلاق أقابلوا المايك أخوات على الزوم أخوات على الزوم فيه المايك لما باجأ أكلمكم عن الأخوات دولت أنا عتعملت معايا ومشوفتوهم ناس قمة في الأخلاق كان عندهم وقت الصلاة وقت الصلاة وقت قاطع ومزبطة المنبه على القيام تقوم ساعة القيام السلس الأخير وقت هو محدد لا يمكن تسيبه يؤذن الأزام تروح تصلي كان وقت من الأوقات على نوع من أنواع المواصلات ولازم وقته محدد تقول لك عمر ربنا ما هيبارك لما صلي الصلاة الفكرة في الأول وفي الآخر إيه؟ لهم أخلاق أنا أما أكلمك من هم أهل الله مين يتمنى يكون من أهل ربنا؟ أنا رب أنا أهل الله لهم أخلاق أهل الله عرفنا أنهم أهل القرآن ولكن مش الحفظ بس أنا لا يعنيني في المحاضرة دية ولا في المخام اللي أنتو عمليهم ده نقول إحنا نطلع حفظين معيني ده مستهدف يعني ده مستهدف نطلع حفظين وحفظين كمية وحفظين خمستاشر عشرين نخطف تمام لكن في مستهدف أجمل منه إن أنا أكون أنا أنا كعبد لله قرآن يمشي على الأرض أنا أكون قرآن يمشي بأخلاق بأيات لما أجيب حدث معه أعرف إن في حدث معه تدبر الصورة وتثوير بالثاء الصورة تثويرها يعني إيه؟ معرفة الأفعال في الصورة بتقول إيه؟ مراد الله عز وجل من الآيات إيه؟ الله سبحانه وتعالى إيه أفعاله اللي موجودة حاضر يا رب إيه المنهايات النواية اللي ربنا قال عليها حاضر يا رب أسباب نزول الآيات إيه؟ معاني الكلمات إيه؟ مراد الله أسماء الله الحسنة وأفعال الله في هذه الصورة إيه؟ ده المطلوب أنا عايزين جيل يحمل كتاب ربنا سبحانه وتعالى ويحمل صفات المفروض إن إحنا نتصف بيها من الأخلاق مع العمل إحنا عايزين حفظه وحمله يعني قلب ما يحفظ من القرآن ويبان على الجوارح إحنا عايزين اللي يبان على الجوارح من الصدق والأمانة والأخلاق والعطاء والتعاون وحب الآخرين والإيثار عايزين كل الكلام ده؟